القضايا الإكليمية والهبرة غير الشرعية تهيمن على المباحثات الهاتفية للرئيس السيسي ورئيسة وزراء إيطاليا وستتعكدات على ضرورة مواصلة التشاور الثنائية واشنطن تحث إسرائيل على إعادة أمار ما دمرته خلال عمليتها في مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية المحتلة وزير خارجية السودان يروح بالمبادرات الإفريقية لحل الأزمة شريطة التشاور مع القرطوم ويتهم الدعم السريع باستهداف مقار البعاتات الدبلوماسية السادسة مساء بتوقيت القاهرة الثالثة بتوقيت جريمكشن نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري أهلا بكم تلقى رئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفيا من رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني وصرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن الاتصال تضمر الإشادة المتبادلة بالعلاقات المتميزة تاريخيا بين البلدين الصديقين إلى جانب التعاون القائم للتصدي للعديد من التحديات في منطقة المتوسطة كما أكد المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن الاتصال أكد أهمية العمل على موصلة تطوير مختلف أطر التعاون المشترك ودفعها إلى أفاق أرحب إلى جانب التنسيق والتشهر المكثف حول تطورات مختلف القضايا الإقليمية كما تناول الاتصال بحث مستجدات بعض موضوعات العلاقات السنائية بالإضافة إلى ملف أزمة الغذاء على المستوى الدولي فضلا عن التبحث بشأن قضية مكافحة الهجرة غير الشرعية وسبل تنسيق الجهود الدولية في هذا الصدد بالإضافة إلى التبحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك عقد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اجتماعا مع الشيخ فيصل الهدي نائب الرئيس التنفيذي لشركة المراعي السعودية وعدد من مسؤولي شركة بيتي للصناعات الغذائية لاستعراض فرص توسع وزيادة استثمارات الشركة السعودية في السوق المصري وفي مستهل الاجتماع أشاد رئيس الوزراء باستثمارات الشركة في مصر ودورها في دعم استراتيجية الأمن الغذائي مؤكدا الحرص على تشجيع الشركة من أجل التوسع في مشروعاتها بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة وكذلك زيادة فرص تصدير منتجاتها إلى المزيد من الأسواق العالمية من جانبها أكد الشيخ فيصل الهادي نائب الرئيس التنفيذي لشركة المراعي السعودية أكد التزام الشركة بالتوسع في استثماراتها في مصر تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي معوقف تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة السيوطة وأكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة موقف تنفيذي مختلف المشروعات في كافة المحافظات لدفع العمل بها من أجل العمل على تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وطلع رئيس الوزراء على الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بأسيوط وإلى موقف تنفيذي عدد من المحاور المرورية الحيوية بالمحافظة تواصل الشركة الوطنية للطيران تسير جسرها الجوي من الأراضي المقدسة لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن وعلنت الشركة أنها ستسير اليوم الثماني عشرة رحلة جوية موضحة أن الرحلات ستكون بواقع إحدى عشرة رحلة من مدينة جدة وسبع رحلات من المدينة المنورة تواصل البعثة الطبية المصرية بمكة المكرمة والمدينة المنورة عملها لاستقبال ضيوف الرحمن لتقديم الخدمات العلاجية والوقائية لهم المترددون على البعثة الطبية وصل عددهم إلى أكثر من 24 ألف حج ووصل عدد الحالات الموجودة بالمستشفيات إلى 60 حالة من بينهم 25 حالة بالعناية المركزة مع إقبال ضيوف الرحمن من الحجاج المصريين على المدينة المنورة لزيارة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تزداد حالة الاستنفار القسوى لعيادات البعثة الطبية بمدينة رسول الله لتقديم كافة الدعم اللازم للحجاج المصريين من خدمات علاجية ودوائية لتوفير السبب للراحة والأمان لهم خلال الزيارة والله الحالات معظمها بتبقى ساعدت في الفترة الأخيرة دي بالتابات في جهاز التنفسي العلوي والمعظم متوسط الحالات بتجينا في الشفت بتاعي تقريبا حوالي من 60 إلى 70 حالة يوميا بنقدم الخدمات بنعمل عمل الكشف الطبي وبعد كده بندي العلاج للمريض وكل خدمات بنقدمها حضرتك مجانية تماما وبنشوف كل الجنسيات يعني عندنا أومر بنحل ما بنردش أي حاج مصري أو غير مصري متوفر عندنا 99 صنف من الأدوية عندنا مخزون استراتيجي بنتبعه يوميا عندنا أدوية الضغطة عندنا أدوية السكر الأدوية المزمنة عندنا برضو أدوية البرد اللي هي كل الحجاج كما يكون فريق الطب الوقائي التابع للبعثة الطبية المصرية باستقبال ديوف الرحمن فور وصولهم إلى المدينة المنورة لتوعياتهم بكيفية الوقاية من الأمراض المعدية كأحد الإجراءات الاحترازية التي تتخذها للبعثة الطبية نحو ديوف الرحمن بنوصل لهم الرسالة بتاعتنا برضو اللي هي المستمرة معنا لجهد الحراري، ضربات الشمس، الهيجن فدية اللي هي الرسالة السبتة معنا دايما خلال موسم الحق في حاجات تاني احنا بنقوم بيها مش بنوصلها كرسالة مباشرة لا احنا بنحافظ عليهم انهم ما يكونونش تعرضوا نزلات برد معدية يعدوا بهم الأشخاص الآخرين فاحنا بنحافظ عليهم ونوصلهم الرسالة ازاي انهم ما يحافظوا ازاي يعتص بطريقة ما يعديش بها الحوالي ازاي نوع تجنب الديريكت كونتكت مع حد مصاب كما تم تزويد البعثة بغرفة للطوارئ ومركز المعلومات لتوفير كل البيانات ورصد الحالات المرضية لضيف الرحمن على مدار الساعة خلال سيستم موجود وفرته مركز معلومات الوزارة بيتم تسجيل لحظي وبيتم ظهور كل الداة لحظية للمتخزي القرار وللوزارة كل ده بيتم بفعاليات باوتوميشن سيستم زودنا كمان السنة دي ان احنا نقدر نعمل داشبورد تقدر تقول لنا حالات التنوين قد ايه الحالات الطوارئ اللي دخل معنا قد ايه بنشوف حالات الوفيات ونسبتها قد ايه قابول واستحسان من قبر ديوف الرحمن لما يقدم لهم من خدمات علاجية على مدار الساعة كل حاجة مجدية ومجدية وعلوة جاوي جاوي مية المية ورات كل الناس زيهم زي على صرف اللسان بتاعي تقرحات الدنيا كريم كان رائع فرحة ديوف الرحمن اليوم فرحتان فرحة اداء المناسك وزيارة الحبيب وفرحة العودة الى ارض الوطن داعينا الله ان يعودوا لاوطانهم كما ولدتهم امهاتهم محمد حلمي التلفزيون المصري ويقع معنا محمد حلمي من مكة المكرمة موفد التلفزيون المصري محمد يعني كيف هي احوال البعثة المصرية في الارض المقدسة من ثانية احياتي لك محمد محطار الدرسة المصرية المصرية بمكة المكرمة من ثانية نعودنا اليوم لما جاء مناورة لكن هناك حالة التلفزية فهناك تزايد من الحجاج المصريين لاتكمال الرحلة المقدسة بزيارة المسجد وقبر رسول صلى الله عليه وسلم وبالتالي هناك اعداد متزايدة على الايادات التي تصل إلى شتة ايادات يمكن المتوسط اليوم اللي يضمان هذه الحجاج على هذه الايادات يصل إلى تهمية حاجة اليوم بتفضل دون تافتة القدمات التشريفية والعلاجية ما يهمنا هنا هو عدد الحالات المرضية من الحجاج المصريين المضايدة في الاستخداءات منهم 25 حالة الحالات الموجودة 25 حالة بالعناها مراكزة بتعاني من مجاد حراري بتاع دخل السفر جلطات من قلب خانصارة قلبية وهذلك جلطات من المرض ولكن الحمد لله الحالات المستخدرة دي ثاني من قروب الحالات أولاً بأول سواء إلى القسم الدخلي أو قروب حالات من القسم الدخلي بأسبب استكمال علاجها بأستعمال العوضة إلى العوضة الوطن أو استكمال الرحلة المقدسة لكن لكما قد تفضل اللقائي أصمت أكثر من جوبان الرحلة متابقة حتى اليوم أكثر من ألف ندوة وصل عدد المطلوبين على هذه الندوات أكثر من خلال وثلاثين ألف حاجة قد منهم الرسالة التواوية وخصصاً الرسالة التواوية المهمة بعد ازياد حالات ندوات البرد وبالتالي لمنع امتشار الأوباء ومنع امتشار الحالات التنفسية يكون الضور المحوري لدحشة الطب الوقائي في أماكن تجمعات المطلوبين المصريين تارض المدينة المنورة أو الملكة المكرمة لمنع الأمارات وكذلك كيفية تجامل ضربات الشمس والتأولية السليمة التي تتوافق مع هذا الحدث وكذلك أن الجسد تجاوز من الشركة الوطنية بيعمل على مدار الساعة اليوم دي هناك رحلة تسعة رحلات من جده إلى القاهرة لحلتان من جده إلى العبصر لحلتان من جده إلى بماثر واثناشر رحلة من المدينة إلى القاهرة الحمد لله حجاب نتبقى بأي أمراض وبائية هناك أجواء روحانية لما نفضل بأي الحجاب المصريين من السلطات السعودية حتى اليوم وكذلك البعثات النوية المصرية منها البعثة الصبية المصرية التي تعمل على مدار الساعة بسوطيرها في الأجواء طب محمد يعني الحالات التي أصبت بجلطات كيف هي حالتها الآن وكيف يمكن لذويهم اللي اتمنان عليهم بمثالث محمد يتم هناك طريق طب من سبع البعثة الصبية وكيف يوجد هذه المستشفيات لرد الحالات التي تأتي بالمرضة بكلها مجدداً أو الحالات التي تتحسن وتنفرضها وبالتالي بيتم تواصل من حلال هذه الفرق الصبية بالتواصل بين المرضى وزوين في القاهرة عن طريق الهاتف بيتم الاتصال بيهم ومجدان عليهم ولكن وقت لك الحمد لله الحالات المستطرة وبيتم مستطعتها سواء من البعثة الطبيعة المصرية بالتنصيص مع السلطات السعودية التي بالفعل هناك جهزية تامة للتعامل مع هذه الحالات بشكل مدور أشكراً جزيلاً شكراً أبو حمد حلمي موفد التلفزيون المصرية كنت معنا من مكة المكرمة أعلنت السلطات الإسرائيلية مقتلى جندي إسرائيلي بزعم إطلاق نار نفذه فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وذكرت هيئة البس العامة الإسرائيلية أن المشتبه به فتح النار على أحد أفراد قوات الأمن الإسرائيلية قرب مستوطنة كودوميم شمال الضفة الغربية المحتلة مؤشرة إلى تحييده حثى البيت الأبيض بإسرائيل على إعادة أعمار البنية التحتية للمدنين الفلسطينيين في مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية المحتلة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على المخيم وقالت كارين جامبير المتحدثة باسم البيت الأبيض إنه من الضررية اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لحماية المدنيين من الأذى كما يجب اتخاذ تدابير لتحسين الوضع الإنساني على الأرض واستعادة الخدمات الحيوية مثل الكهرباء والماء للمدنيين أعلنت قيادة القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان اليونيفان لأنها على تصالم بسلطات في لبنان وإسرائيل لبحث أليات العمل بشكل كامل لمنع المزيد من التصايد وضفت اليونيفان لا في بيان لها أنها لم تتمكن من تأكيد مصدر أو سبب الانفجارات التي وقعت بمنطقة كفرشوبا في لبنان مرجحة في الوقت ذاته احتمالية وجود عملية إطلاق صاروخية وأشرت اليونيفان إلى إرسالها جنود حفظ السلام للتحقيق هذا وتابع رئيس حكومة التصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي الوضع في الجنوب عبر اتصالات مع قائد الجيش وقيادة قوات اليونيفان كما عقد ميقاتي اجتماعا مع المناصقة الخاصة لأمم المتحدة في لبنان جوانا فيونتسيكا ووفد من قائدة القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان اليونيفل لبحث التداعيات كان ميقاتي اكد خلال لقائه المنصق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في شرق الأوسط التزام لبنان بالقرارات الدولية وضرورة الحفاظ على الهدوء والاستقرار في الجنوب رحب وزير خارجية المكلف السوداني علي الصادق على المباعلي بالمبادرات الإفريقية الرمية لإيجاد حل للأزمة السودانية شرطة التشاور في ذلك مع السوداني جاء ذلك خلال اجتماع الوزير السوداني مع وزير الخارجية الأغندي أودونجو أبو بكر على هامش الاجتماع الوزري لحركة عدم الانحياز بالعاصمة الأزرية باكو قال الوزير السوداني خلال لقاء قوات دعم السريع مستمرة في جرائمها بحق المواطنين والمرافق العامة والخاصة ومقار البعثات الدبلومازية استقبل سيد أحمد أبو الغيت الأمين العام لجامعة دول العربية إبراهيم الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية لبحث وضع القطاع الزراعي في السودان وحضر أبو الغيت من خطورة تأثير النزاع القائم على الأمن الغذائي السوداني والعربي وأشار إلى أن هذه الأوضاع الخطيرة تستدعي سرعة التحرك عربيا ودوليا كما نقش الخطوط العريضة لخطة إنقاذ الموسم الزراعي السوداني التي أعدتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة العربية وتهدف إلى تأمين التجارة وسلاسل الإمداد بالحبوب والمنتجات الغذائية خطر داهم يهدد كل مظاهر الحياة في السودان في ضل احتدام المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وامتد هذا الخطر ليهدد التراث الثقافية السودانية الغني بمكوناته المتنوعة وذلك بعد فقدان العديد من القطع الأسرية هو الكتب القيمة جهود كبيرة للحفاظ على التراث الثقافي للسودان مع احتدام المعارك في البلاد منذ إبريل الماضي بعد أن فقدت العديد من الكتب النفسية والآثار القديمة الصراع الدائر طالت نيرانه التراث الثقافي الغني للبلاد والذي يشمل مملكة كوش القديمة التي كانت تسيطر على التجارة ما بين الجنوب والشمال الإفريقي منظمة التراث من أجل استلام وهي منظمة غير حكومية تقول إنه تم استهداف ما لا يقل عن 28 موقعا ثقافيا وأثريا بأنحاء البلاد أو أنها تعرضت لأضرار جانبية منها متحف السودان القومي وسط العاصمة الخرطوم والذي يضم بعضا من أقدم وأهم الممياوات نيران الحرب أتت على ما لا يقل عن 50 من الكتب النادرة والقيمة في جامعة أم درمان الأهلية بحسب الهيئة القومية للآثار والمتاح في السودانية المركز الدولي لدراسة سوني وترميم الممتلكات الثقافية بالتعاون مع الهيئة القومية للآثار والمتاحف السودانية يحاولان وضع خطوات للحفاظ على الطراث الثقافي في أثناء الصراع بما في ذلك احتمال إجلاء القطع الأسرية في الوقت الحالي نبزل قصارى جهدنا في إعداد المجتمع والتأكيد على أهمية المواقع الأسرية والمتاحف للناس حتى يتمكنوا من المساهمة في الجهود لحماية المواقع والمعالم الأسرية في السودان المركز الدولي لدراسة سوني وترميم الممتلكات الثقافية بالتعاون مع الهيئة القومية للآثار والمتاحف السودانية يحاولان وضع خطوات للحفاظ على الطراث الثقافي في أثناء الصراع بما في ذلك احتمال إجلاء القطع الأسرية وصلت الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان جهود تقديم الخدمات المختلفة للوافدين القادمين من السودان جرأ تدعيات الأزمة الحالية عبر المعابر البرية في أرقين وقسطل ومستشفى أبو سمبل الدولي بجانب الموقف الدولي بكركر هذا وتواصل تواصل توفض المصريين والسودانيين ورعاية الدول عبر معبري أرقين وقسطل الحدوديين للمزيد من المتابعة معنا من ميناء أبو سمبل مرسل التلفزيون المصرية باسم أبو العنين باسم ضعني في صورة الوافدين من الأراضي السودانية إلى مصر مساء الخير عليكم هنا من أمام ميناء أبو سمبل النهرية ما زال الميناء يستقبل الوافدين من السودان الشقيق الهاربين من نير الأحداث المستمرة والمستعرة هناك منزلت مصر تستقبل الوافدين ومرحبة بهم ومفتحة لهم الأبواب على الرحب والسعى في أي وقت يأتون إلى مصر وفي هذا الخصوص تقوم الدولة المصرية تبذل جهودا دعوبة لإحتواء جميع الوافدين إلى مصر من الأشقاء في السودان ومن جنسيات أخرى ولكن الأشقاء في السودان طبعا هم العدد والأكثر في الوفود إلى جمهورية مصر العربية عبر معبريها البريين قسطل وأرقين وفي هذا الخصوص أيضا فقد صرح سيادة الشفعاطية محافظة أسوان بأنه وبالتنسيق مع السيدة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة المصري فإنه قد تم التنسيق على الدفع بلنش للإنقاذ النهري لنش طبي سريع هذا لنش قدرته الاستعابية أربع حالات يستطيع التعامل معها في أي وقت نتيجة حدوث أي حادث نهري لقدر الله يستطيع التعامل مع أربع حالات بشكل مستمر حتى نقلهم إلى المستشفيات المعنية في حالة وقوع أي حادث نهري هذا اللنش السريع مجهز بكافة التجهيزات الطبية التي تؤهله إلى التعامل المباشر مع أي حالات أو حوادث نهرية محتملة أيضا أشار السيد المحافظ إلى أنه بالتنسيق أيضا مع وزارة الصحة فقد تم زيادة الأسطول سيارات الإسعاف في المحافظة إلى نحو 107 سيارات للإسعاف وبذلك فإن هذا الأمر يصب في مصلحة المواطنين بصفة عامة في محافظة أسوان وأيضا يستطيع التعامل مع أي طوارق طبية قد تحدث نتيجة توفد المواطنين من دولة السودان نعم أشكرك إذن هي جهود حسيسة لأسلطات المصرية في تسهيل دخول الوافدين من الأراضي السودانية إلى مصر باسم أبو العنين من ميناء أبو سنبل كنت معي عبر الهاتف أشكرك أخبار سلسة لا تزال مستمرة ونتابع فيها الرئيس الأوكراني ونظيره البلغرية بحسن في صوفيا الدعم الأوروبية لكيافا وموسكو تعتبر هذه الخطوة محاولة لجري دول أخرى إلى الصراع في الأزمة الروسية الأوكرانية عقد رئيس الأوكراني فلاديمير زلنسكي محادثات مع نظيره البلغري رومين راديف خلال زيارته الحالية إلى صوفيا كان زلنسكي قد صرح بأن زيارته إلى صوفيا ستشهد عقد محادثات بشأن الدعم الدفاعي والتكامل الأوروبي الأطلنطي لأوكرانيا إلى جانب قمة حلف شمال الأطلنطي والضمانات الأمنية وتنفيذ صيغة السلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا اعتقدت الرئيسة الروسية زيارة الرئيس الأوكراني إلى برغارية معتبرا أن زلنسكي يحاول جرى دول أخرى إلى الأزمة بين كييف وموسكو وقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن دولان عديدة غرقت بالفعل في الأزمة بشكل مباشر أو غير مباشر إلى ذلك قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن بلادها سترد وبقوة كبيرة على أي هجوم أوكراني على محطة زابوريجيا للطاقة النووية يأتي ذلك في ظل تبادل الاتهامات بين روسيا وأوكرانيا بالتخطيط لمهاجمة أكبر محطة النووية في أوروبا والتي تقع في منطقة زابوريجيا بالقرب من خط المواجهة بين روسيا مع أوكرانيا قال الرئيس البيلروسي أليكزاندر لكوشينكو إن مؤسس مجموعة فاغنر يفجيني برجوين لا يزال في مدينة سان بيترسبيرج الروسية وأضف لكوشينكو أن مقاتلي فاغنر ما زال في قواعدهم الدائمة وأنه لم خطر على بلده من استضافة مجموعة فاغنر لفت إلى بحث إمكانيات عقد لقاء مع رئيس روسي فلاديمير بوتين ومؤسسي فاغنر كما دعا روسيا وأوكرانيا إلى بدء مفاوضات سلام دون شروط مسبقة مؤكدا عدم اعتزام استخدام الأسلحة النووية إلا في حال تعرض بلاروسيا لاعتداء من حلف شمال الأطلسية أعلنت وزارة الخارجية الروسية ترضى تسعة ديبلوماسيين من فنلندا ردا على خطوة مماثلة وأضافت الخارجية الروسية أنها استدعت السفير الفنندي للاحتجاج على ما وصفته بموقف هليسينكي المناغد لروسيا كانت في لندا قد أعلنت الشهر الماضي اضطرد تسعة ديبلوماسيين روس متهمة إياهم بالعمل في مهام للمخابرات اشتركوا في القناة اكدت وزيرة الخازنة الأمريكية جانيت يالين أن زيارتها للصين تستهدف تحسين الاتصالات وتجنب سوء التفاهم بين الدولتين وعقب وصولها بيكين أكدت يالين أن الولايات المتحدة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها القومي وتأتي تلك الزيارة في ظل تصاعد واترة التوتر بين بيكين وواشنطن في الأوانة الأخيرة وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يالين في الصين زيارة تهدف إلى تعزيز التواصل بين البلدين وتهدئة العلاقات في ظل التوتر المتزايد بين القوتين التجاريتين الكبريين زيارة المسؤولة الأمريكية لبيكين تستمر حتى الأحد المقبل وهي الأولى ليالين إلى الصين منذ تعيينها في منصبها وتأتي بعد بضعة أسابيع من زيارة لوزير الخارجية أنترو بلينكين زيارة كانت قد تأجلت مع عودة التوتر بين البلدين مطلع العام الجاري بعدما رصدت الولايات المتحدة منطد مراقبة صينية فوق أراضيها وأسقطته وستسعى يالين خلال زيارتها لتعزيز التواصل بين البلدين وتفادي سوء الفهم المتبادل وتوسيع التعاون حول مواضيع مرتبطة بالاقتصاد العالمي وأزمة الديون في الدول الناشئة والنمية وتقوم يالين بزيارتها على خلفية انتعاش اقتصادي صعب من الجانب الصيني وزيادة في معدلات الفائدة من الجانب الأمريكي مدة زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية إلى الصين وبقاء هناك أربعة أيام تبعث برسائل على أهمية هذه الزيارة في ضوء المواضيع الخلافية الكثيرة بين الجانبين ومساعي إرساء قواعد للتعاون بين البلدين في السنوات المقبلة هذا ويتوقع المراقبون أن تكون مسائل القيود المفروضة على صادرات المنتجات التكنولوجية وتدابير المنافسة التي تهيمن حالياً على الأجنت السياسية في صلب محادثات الوزير ييلين مع نظرائها الصينيين وتأكيداً على التحديات التي تواجه ييلين أشارت صحيفة الستريت إلى عزم الإدارة الأمريكية النظر في الحد من إمكانية وصول الشركات الصينية إلى الخدمة السحابية التي توفرها شركات أمريكية مثل أمازون ومايكروسوفت وردت الصين على القيود الأمريكية بفرد صقف لصادرات لمعدنين نادرين ضرورين لصنع أشباه المواصلات مما يوحي بأن تحسين العلاقات الصينية قد يتطلب وقتاً لكن ييلين قد تكون الأفضل موقعاً لمد جسور التواصل مع الصين فيما يتعلق بالتحديات العالمية المشتركة وبالرغم من هذه الجهود لا تزال المواضيع الخلافية بين البلدين قائمة حول المسائل الاقتصادية وازدادت حدة مع احتمال فرض الرئيس الأمريكي جو بايدن قيوداً على الاستثمارات الأمريكية في الصين فيما يتعلق بالتكنولوجيات الحساسة مما يهدد بتزديد ضربة إلى الاستثمارات في الصين توقع الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبيك هايسم الغيس ارتفاع الحصة السوقية للمنظمة إلى 40% بين عامي 2040-2045 وأضاف أمين عام أوبيك أن توقعاته ستتحقق بعد انخفاض الانتاج من دول خارج منظومة أوبيك بلاس أو خارج أوبيك مشيراً إلى توقع المنظمة انخفاض انتاج الولايات المتحدة ودول أخرى بحلول 2030 قال البنك الافريقي للتنمية أنه سيتم تقديم قروض بقيمة 164.25 مليون يورو إلى حكومة بنين في مسعى للإسهام في بناء قدرات البلاد على التكيف مع تغيرات المناخ وعواقبه وأشر البنك الافريقي للتنمية في بان اللهو أن التمويل يستهدف تطهير المجال المائية في خضم تعرض بنين لتزايد تقلب المناخ إذ ارتفع عدد البلدات المعرضة لقطر كبير للفيضانات من 22 بلدية إلى 35 بلدية العام الماضي مع يعكس مدى انتشار الظاغرة ومعدل انتشارها السريع قدم حزب التنمية والعدالة التركية مشروع قانون إلى البرلمان يقترح زيادة الضرائب على الشركات من أجل تمويل التعافي من الأضرار الناجمة عن الزلازل والتي ضربت البلاد في فبراير ويتضمن مشروع القانون زيادة الضريب على الشركات إلى 25% من 20% حاليا وزيادة الضريب على البنوك المؤسسات المالية إلى 30% من 25% حاليا وبحزب تقديرات الحكومة التركية فإن إعادة الآمار قد تكلف البلاد أكثر من 100 مليار دولار ووعدت الحكومة بإعادة بناء أكثر من 600 ألف منزل لمن فقدوا منازلهم جراء الهزات الأرضية ارتفع الدولار على نطاق واسع اليوم بعد صدور مخضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والذي عزز التوقعات رفع أسعار الفائدة هذا الشهر وأظهر محضر اجتماعي مجلس الاحتياطي الاتحادي في يونيو الذي صدر قبل ساعات أن الغالبية العظمى من صانع السياسة يتوقعون مزيدا من اشتدي التجديد في السياسة النقضية الأمريكية حتى بعد اتفاقهم على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي أكد رئيس الفرنسي إمانوال ماكرون ضرورة العمل على معرفة الأسباب الجذرية المرتبطة بأعمال العنف والشغب التي ضربت البلاد خلال الأيام الماضية وخلال زيارته إلى بلدة بوغ في جنوب غرب البلاد قال ماكرون إن فرنسا عايشت لحظات مهمة في تاريخها في إشارة إلى هذا العنف الذي اندلع إثرى مقتلفة برصاص شراطية في نقطة تفتيش مروري مع أجبر الحكومة الفرنسية على نشط تعزيزات أمنية كبيرة في مختلف المدن الفرنسية الكبرى أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية اعتقال عشرين شخص الليلة الماضية في إطار أعمال الشغب الناجمة عن مقتل شاب برصاص ضابط شرطة وقالت الوزارة في تقرير عن الحصيلة المؤقتة إنه تم تسجيل خمسة وخمسين حريقا ومحاولة لإشعال الحرائق في المركبات وفي مبنى واحد مضيفة أن شرطيا واحد أصيب بجروح الليلة الماضية كان وزير الداخلية الفرنسي قد أكد خلال جلسة استماعا في مجلس الشيوخ الفرنسي أن العدد الإجمالي للذين تم القبض عليهم بلغ 3500 من الأشخاص إلى ذلك قالت وزارة الدفاع الفرنسية إن سلاح البحرية فاتح تحقيقا في مزاعم عن مشاركة جنود خارج الخدمة من موشاة البحرية في قمع مسر الشغب في مدينة لوريان الغربية التي تضم قاعدة عسكرية كبيرة وكانت صحيفة اللوتريجرام المحلية قد نشرت صورا لأفراد ملثمين من مجموعات مناهضة الشغب كما تسمى وهم يقومون بصد مرتكب عمال الشغب وارضربهم في مدينة لوريان وقلقت السلطات الفرنسية القبضة على أكثر من 3500 شخص خلال الأسبوع الماضي في أسوأ أعمال شغب تشهدها فرنسا منذ عام 2005 واندلعت شراط الاضطرابات بعدما قتل شرطي لشاب فرنسي من أصل جزائري خلال عملية تطقيق مرورية أعلن لدعاء الألماني القبض على خلية إرهابية مكونة من سبعة أشخاص في ولاية شمال الراين ووينسفاليا وأضف لدعاء الألماني أن أفراد الخلية الإرهابية تم القبض عليهم بتهمة تأسيس موقع إلكتروني بدعم الإرهاب في البلاد لفتا إلى أنهم كانوا يخططون للقيام بهجمات ذات تأثير على الرأي العام الألمانية قال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي يانس ستولنبرغ أن انضمام السويد للحلف أصبح قريب المنال وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع في بروكسل أكد ستولنبرغ أن أعضاء الحلف اتفقوا على مذكرة مشتركة تشمل تشريعات تتعامل مع طلب السويد للانضمام للناتو وأشار إلى أن السويد أبدت التزامها ببعض الأمور فيما يخص مكافحة الإرهاب ما يتم التركيز عليه الآن هو ما تم الاتفاق عليه اتفقنا على مذكرة مشتركة حيث التزمت السويد بالقيام بمجموعة من الأمور تشمل تغيير التشريعات وكذلك تعاون بشكل وثيق مع تركيا في مجال مكافحة الإرهاب والمشاركة في الألية الدائمة وطبعا يمكن للسويد أن تقدم المزيد طبعا تحت هذه العنوين لأنه يمكن طبعا دائما تقديم المزيد من المعلومات وكذلك توثيق التعاون ولكن لا يمكن لي أن أفصح أو حدد ما يمكن للسويد أن تقوم به من الآن وحتى إنعقاد القمة هذا الأمر يعود لسويد وتركيا قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل عضوية السويد في حلف شمال الأطلسية وفي لقاء مع رئيس وزراء السويد أولاف كريسترسون في واشنطن أكد بايدن أن السويد ستجعل التحالف أقوى ولديها نفس قيم النيتو معربا عن تطلعه لحصولها للعضوية من جانبه قال رئيس الوزراء السودي أن بلاده والولايات المتحدة تشاركان في العديد من الأولويات منذ فترة طويلة وهذا ينطبق على كيفية التعامل مع الأزمة الأوكرانية أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اعتزامها تجديد القيود على المعلومات الشديدة السرية وأضف البنتجون أن المراجعة التي استمرت 45 يوما على قلفية أزمة تسريب المعلومات السرية لم ترصد وجود أعطال فنية تحولت أزمة سرية المعلومات إلى كابوس يواجه الأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب حالس تسريب المزعوم أدى إلى إلقاء القبض على ملاح جوي في أبريل الماضي وتوجيه التهم له في وقت لاحق بنشر وسائق سرية على تطبيق ديسكورد للتراصل وزارة الدفاع الأمريكية البنتجون أعلنت اعتزامها تجديد القيود على المعلومات الشديدة السرية خاصة وأن المراجعة التي استمرت 45 يوما لم ترصد وجود عطل فني معين لكن البنتجون قال إن السياسات ومنها المتعلقة بالأجهزة الإلكترونية في المجالات الحساسة مبهمة وأدت إلى حدوث تفاوت في تطبيقها وقال البنتجون إن التدابير الجديدة تتضمن تعيين رقباء على المعلومات السرية للغاية وإنشاء مكتب جديد للتهديدات النابعة من الداخل وخططا لنظم كشف الأجهزة الإلكترونية في مناطق العمل التي تضم معلومات سرية للغاية ويعتقد بأن تسريب الوسائق التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي هو الاختراق الأمني الأخطر منذ نشر أكثر من 700 ألف وصيقة ومقطع مصور ومراسلات دبلوماسية على موقع ويكليكس الإلكترونية في عام 2010 وتسعى وزارة الدفاع الأمريكية إلى وضع حد لمحاولات الاختراق الأمني التي قد تتعرض لها في ظل التقدم التكنولوجي الهائل الذي يهدد الحفاظ على سرية المعلومات مما يعد تهديدا للأمن القومي الأمريكي قال مسؤول كبير في حلف شمال الأطلسي إن كوسوفو والسربيا لم تتخذ خطوات لتهدئة التوترات المتعلقة بالسرب في شمال كوسوفو مما يعرض أمن وسلامة الجميع في كوسوفو وأفراد نيتو للخطر وأوضح مساعد الأمين العام للعمليات في نيتو توماس جوفس إنه لم يحدث أي تقدم نحو خفض التصايد كانت أعمال عنف قد اندلعت في شمال كوسوفو بعد أن تولى رؤساء بلديات من أصل ألباني مهامهم مما أدى إلى اشتباكات وإصابة جنود حفظ السلام والمحتجين الصرب بجروح هذا وقد أدنة الولايات المتحدة موقف حكومة كوسوفو من الاضطرابات التي تشهدها بعد وقوع اشتباكات وإصابة عدد من جنود حفظ السلام واعتبر وزير خارجية أنتوني بلينكين أن حكومة برشتين لم تتخذ موقفاً يحض من التصعيد هذا واشهد شمال كوسوفو توطرات بعد تولى رؤساء بلديات من أصل الألباني مهام منصبهم في تغير يبدو غريباً بالموقف السياسي الأمريكي تجاه صربيا أعربت واشنطن عن رفضها تحركات حكومة كوسوفو إزاء الاضطرابات على أرضها واشنطن انتقدت على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكين موقف برشتينة واعتبرته مؤججاً للأوضاع الملتهبة بالفعل كما أشار إلى أنها لم تتخذ أي تحرك من شأنه أن يحد من التوتر بداية الأزمة في شمال كوسوفو تعود إلى أشهر بعد مقاطعة انتخابات شهدت تولي رؤساء بلديات من أصل ألباني مهامهم في خطوة دعمها رئيس الوزراء البنكورتي وأدت إلى تأجوج الوضع مؤخراً وخروج مظاهرات أدت لوقوع اشتباكات وإصابة جنود حفظ السلام والمحتجين الصرب بدوره ألقى المبعوث الأمريكي إلى صربيا كريستوفر هيل اللوم على رئيس وزراء كوسوفو معتبراً أن الولايات المتحدة لديها مشكلة مع شخصه على حد تعبيره الموقف الأوروبي لم يختلف كثيراً عن واشنطن فالاتحاد الأوروبي أكد أنه لن يرفع العقوبة السياسية والاقتصادية عن كوسوفو ما لم تخفف الحكومة التوتر مع ذوي الأصول الصربية وذلك بعد أن فرضت دول التكتل إجراءات عقابية على كوسوفو بعد إخفاق حكومة رئيس الوزراء في تلبية مطالب التكتل والولايات المتحدة بنزع فتيل أزمة في شمال البلاد شهدت أسوأ اشتباكات منذ ما يزيد على عشر سنوات أعلن برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة أنه بحاجة إلى تمويل إضافي لمساعدة ملايين الأشخاص في غربي ووسط أفريقيا وكشف برنامج الأغذية العالمية أن معدلات سوء التغذية ارتفعت أيضاً مع توقع إصابة 16.5 مليون طفل دون سن الخامسة بسوء التغذية الحاد هذا العام ازدادت حدة عدام الأمن الغذائي في منطقة غرب ووسط أفريقيا ممن عكس سلبياً على المواطنين بالدول الأفريقية الذين يعانون من أوضاع معيشية في غاية الصعوبة برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة أعلن من جانبه أنه بحاجة إلى تمويل إضافية لمساعدة ملايين الأشخاص في غرب ووسط أفريقيا على تجاوز الأشهر المقبلة المعروفة بموسم الجذب أو الجفاف وقلة الموارد المائية الأزمة المالية الكبيرة التي يعاني منها برنامج الأغذية العالمية أصبحت تهدد قدرته على الاستمرار في تقديم المساعدة لما يزيد عن 11.16 مليون شخص تستهدفهم عمليات طارئة للبرنامج في بلدان مثل بوركينا فاسو نيجيريا بالإضافة إلى تشاد التي أدى تدفق اللاجئين من السودان إليها إلى زيادة الضغط على مواردها المحدودة ووفقاً لتحليل أجرته مجموعة كادر هارمونيز الإقليمية للأمن الغذائي فقد ساعدت الصراعات وارتفاع الأسعار في زيادة عدم الأمن الغذائي إلى أعلى مستوى في عشر سنوات في غرب ووسط أفريقيا كما كشف برنامج الأغذية العالمية أن معدلات سوء التغذية ارتفعت أيضاً مع توقع إصابة 16.15 مليون طفل دون سن الخامسة بسوء التغذية الحاد هذا العام ويسعى البرنامج للحصول على 794 مليون دولار للاستجابة الملائمة للاحتياجات في دول منطقة الساحل الخمسة وهي بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر من يوليو الجاري إلى ديسمبر المقبل أمرت الحكومة الصينية أصحاب العمل في بكين بوقف العمل في الهواء الطلق بعد أن كان من المتوقع أن تصل حرارة الصيف الحارقة في العاصمة الصينية إلى 40 درجة مأوية وصدت أوامل الإدارات الحكومية بضمان بقاء كبار السن والمرضى في جو بارد بعد أن أصدرت المدينة انداراً أحمر وهو أعلى مستوى للنظام التحديل لدرجات الحرارة القصوى أعلنت حكومة بيرو حالة طوارئ في إقليم موكاجوا بسبب إطلاق بركان أوبينوس الرمادة مع عشرات الانفجارات المسجلة خلال اليومين الماضيين وأعلن ألبيرتو أوتارلا رئيس وزراء بيرو حالة الطوارئ بسبب ثوران البركان الذي قد يؤثر على سكان القريبين والذي يبلغ عددهم نحو ألفين شخص وغطى الرماد منازل وشوارع في قرى مجاورة بركان أوبينوس هو أحد سبعة بركين في جنوب بيرو ويقع داخل منطقة بركانية تمتد من جنوب بيرو إلى شمال تشيلي نفى المركز العالمي لمجلس الوزراء صحة فيديو تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي يزعم نشوب مشاجرة بأحد فنادق الغردقة نتيجة تقديم لحوم غير صالحة للنزلاء واضح المركز أنه فور تداول الفيديو تم تشكيل لجنة من مسؤول كل من وزارة السياحة والآثار ومديرية الطب البيطرية بمحافظة البحر الأحمر وغرفة المنشآت الفندقية لفحص اللحوم الموجودة بهذه المنشآة الفندقية للتأكد من سلامتها والكشف عن مدى جودتها مؤكدا أن جميع اللحوم المقدمة بالمنشآة الفندقية سليمة وسرية الصلاحية دون وجود أي أنواع من اللحوم المخالفة صلت مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير صادر عن المفاوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أشار إلى أن العالم شهد زيادة في أعداد النازحين واللاجئين بمقدار 19.1 مليون شخص وذلك عن العام الماضي وهو ارتفاع سنوي غير مسبوق وذكر المركز أن التقرير الأممي أوضح أن الأزمة الروسية الأوكرانية وصراعات في مناطق أخرى فضلا عن التداعيات الناجمة عن تغير المناخ أدت إلى نزوح المزيد من الأشخاص العام الماضي الأمر الذي يتطلب تحركا عاجلا للتقليل من أسباب النزوح واللجوء والتخفيف من وطأته أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحانت دور الأول من شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي في مادة اللغة الأجنبية الأولى وأوضحت غرفة العاملات التابعة لوزارة التربية والتعليم أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني تمكن من رصد أربع حالات غش إلكتروني بمحافظات القاهرة والشرقية والمنوفية والمينيا وأشار إلى أنه تم ضبط الطلاب لدى قيامهم بالغش باستخدام الهاتف المحمول وتم التحفظ على أجهزة الهواتف المحمولة المستخدمة واتخاذ الإبراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب الذين تم ضبطهم أكد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوش أنه يجري إنشاء قلعة تعليمية في مدينة العريش تضم عددا من المدارس متنوعة التعليم أضف المحافظ خلال حفل ختام العام الدراسي وافتتاح موسم الأنشطة الصيفية الذي نفذته مدرية التربية والتعليم بالمحافظة في المدينة الشبابية بالعريش أكد أن قطاع التعليم بشمال سيناء يشهد طفرة كبيرة قدمت حملة 100 يوم صحة 4 ملايين و 128 ألفا وتسعمائة وعشر خدمات منذ إطلاقها في 25 من يونيو الماضي بجميع محافظات الجمهورية بلغة إجمالية الخدمات التي قدمتها الحملة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة في أول زيارة 78 ألفا و 371 خدمة بينما بلغت الزيارات العارضة المتكررة 278 ألفا و 37 زيارة وأكدت وزارة الصحة أن الحملة قدمت خدمات التوعية والتفقيف الصحي لـ 335 ألفا و 200 مواطن من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات لرفع الوعي وتوجيه المواطنين للتلقي خدمات مبادرة الصحة العامة التي تقدمها الحملة كما تم عقد ندوات تفقيفية وأنشطة توعوية شهدت قرية تابلي في مركز الصنطة بمحافظة الغربية توقيع الكشف الطبي على 1535 مواطن وصرف الأدوية والعلاج بالمجان ضمن القفلات الطبية التي نظمتها مدرية الصحة بالغربية وضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تضمنت القافلة وعقد ندوات تسقيف للمواطنين والعمل على زيادة الوعي لديهم ضد الأمراض وكيفيات الوقاية منها والآن نتحول إلى أخبار الاقتصاد في نشرة رجاء رمزي والتفاصيل شكراً محمد شكراً نهبة مشاهدين أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية بحث رئيس وهيئة قناة السويس الفريق سامة ربيع مع وزير الشؤون البحرية والجزر اليونانية ميل تاعدس فارفيتس سوبولة تعزيز أواصل تعاون وتنصيق المشترك جاء ذلك على هامش العقاد المؤتمر البحرية العربي اليوناني الأول في اليونان خلال اللقاء استعرض الفريق ربيع التطورات التي شهدتها قناة السويس ومستجدات مشروعات القناة وأيضاً خطط تنموية وأكد الفريق ربيع حرص الهيئة على فتح أفاق أرحب لتعاون واستثمار علاقات الشراكة الممتدة مع اليونان في خلق مزيد من فرص النجاح والتكامل عبر تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا ودراسة عقد شركات مع شركات وترسنات الهيئة في الأنشطة المرتبطة بتقديم الخدمات البحرية أوضح الرئيسه لهيئة الشراكة الجديدة التي تجمع هيئة قناة السويس مع مجموعة شركات في اليونانية لتقديم خدمة جمع وإدارة المخلفات الصلبة والسائلة ضمن الخدمات اللوجيسية المقدمة للسفن العابرة للقناة تعد تجزيداً لتعاون المصري اليوناني في المجال البحري وإضافة قوية لمنطوبة الخدمات المقدمة عبر المجرى الملحي لقناة السويس من جانبه أكد وزير الشؤون البحرية والجزر اليوناني أكد أن قناة السويس ستظل أحد المحاور الاستراتيجية لحركة التجارة العالمية وأشهد بما تتمتع به القناة من رؤية متكاملة في تطوير إمكانياتها وقدراتها لتؤهلها للقيام بدورها الحيوي على الوجه الأمثل معرباً عن تطلعه لتعزيز نطاق التعاون المستقبلي مع هيئة قناة السويس أدرج تقرير الإستمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة لتجارة والتنمية أدرج دليل شرم الشيخ للتمويل العادل الذي أصدرته مصر خلال فعالية يوم التمويل في ضوء رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 27 كأبرز السياسات والوثائق الصادرة لتوجيه وتعزيز سياسات الاستثمار في العام 2022 وأيضاً تعزيز العمل المناخي من خلال وضع مبادئ لتقليل مخاطر الاستثمارات المناخية ذكر التقرير أن دليل شرم الشيخ للتمويل العادل أصدرت الحكومة بالتنسيق مع مجموعة واسعة من شركاء التنمية والأطراف ذات الصلاة من بينها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد لتعزيز التمويل المناخي وتيسير الاستثمارات التي تحقق أهداف العمل المناخية وإلى أسواق البترول العالمية حيث تراجعت أسعار النفط بفعل مخاوف من تباطئ تعافي الطلب في الصين تركعت العقود الآجلة لخام برينت القياسي بنسبة انبلغت 1.68 في المئة لتصل إلى 75.36 دولار كما انخفض أيضا خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة انبلغت 1.73 في المئة لتصل إلى 70 دولار 55 سنطا للبرميل فيما هبطت أسعار المزوطة عالميا بنسبة انبلغت 2.24 في المئة لتصل إلى دولارين 2.44 سنطا للتر هذا وأيضا تراجعت أسعار الغاز الطبعي بنسبة انبلغت 1.88 في المئة مسجلة دولارين 2.61 سنطا وذلك لكل مليون واحدة حرارية بريطانية أكد وزير النفط العراقي أحيان عبدالغني أن الطاقة الانتاجية للنفط للبلاد تبلغ حاليا 5.4 مليون برميل يوميا وأن بغداد تهدف إلى تعزيزها وأضاف وزير النفط العراقي على هامشي مؤتمر لمنظمة البلدان المصدر للبترول أوبك في بيانا أكد أن العراق يتطلع ضمن خطط واعدة لرفع طاقة الانتاجية إلى 6 مليون برميل يوميا وذلك من خلال عقود الترخيص المبرمة مع الشركات خلال المرحلة المقبلة تقلص العجز التجاري الأمريكي في مايو مع انخفاضات الواردات إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر العام 2021 حيث أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى تباطئ الطلب المحلي وأضافت وزارة التجارة الأمريكية أن العجز التجاري انخفض بنسبة برغة 7.3% لتصل إلى 69 مليار دولار فيما انخفضت وردات السلع والخدمات بنسبة برغة 2.3% لتصل إلى 316.1 مليار دولار وهو أدنى مستوياتها منذ أكتوبر 2021 فيما انخفضت أيضا الصادرات بنسبة برغة 0.8% لتصل إلى 247.1 مليار دولار نهاية هذه الوقفة الاقتصادية عودة مجددا إلى هبا ومحمد فإليكم أشكرك رجائي وبهذا نصل لكم إلى ختام هذه النشرة ولا يتبقى لنا سوى التذكرة بأبرز العنوين القضايا الإقليمية والهجرة غير الشرعية تهيمن على المباحثات الهاتفية للرئيس السيسي ورئيسة وزراء إيطاليا وستأكدات على ضرورة مواصلة التشاهر السنائي واشنطن تحف إسرائيل على إعادة أعمار ما دمرته خلال عملياتها في مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية وزير خارجية السودان يرحب بالمبادرات الإفريقية لحل الأزمة شريطة تشاور مع الخرطوم ويتهم أدعم السريع باستهداف مقار البعثات الدبلوماسية نهاية نشرة السادسة أتتكم من على شاشة التلفزيون المصري إلى اللقاء